التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس شركة تشاينا انرجي سانج هايلينج وذلك على همش فعاليات منتدى الحزام والطريق لتعاون الدولية أكد مدبولي خلال اللقاء لاهتمام بتعزيز مستوى التنصيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها معربا عن ترحيبه برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر مثل مشروع بناء وتحديث قرية البضاء الجديدة بمطار القهرة الدولية بقيمة استثمارات تصل إلى 700 مليون دولار في سياقنا متصل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والدعم المتبادل بين البلدين في القضايا المختلفة وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة تيداء تشو ديفو أشار مدبولي إلى أن التعاون المصري الصيني يمثل أساسا راسخا لدفع العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة لافتا إلى ترحيب مصر بطلب تيدا توسيع منطقتها الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإضافة ثلاثة كيلو مترات مربعة لتنفيذ عدد من المشروعات الإضافية من جليبه أكد رئيس الشركة أن منطقة تيدا تعد مشروعا محوليا واستراتيجيا في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنصة متميزة للتعاون بين مصر والصين وكذا مموذجا للتعاون الصيني الأفريقي ترجمة نانسي قنقر